موسيقى منطقة الصفة تشتهر بربيع المياه التاريخية العمرها يعني مئات السنين في المنطقة في أكثر من عين ماء طبيعية مثل عين أم العبر عين سرابيس عين الحزار وبعض العيون الأخرى وواد الصاخن الموجودين احنا الآن أمامه احنا الآن يعني موجودين مطقة واد الصاخن واد الصاخن يعني كانت المياه التجري فيه بشكل غزير لكن بسبب يعني قلة الأمطار في هذا الموسم المياه خفت شوية الآن مياه عين أم العبر تاريخيا معروفة يعني نسبة إلى كانت تردها الحلال والخرفان الصغيرة اللي تسمى العبور عمرها تقريبا حسب ما بيحكونا الأباء والأجداد أكبر مئات السنين وشيرب منها ألاف بل مئات الألاف من الناس اللي كانوا يردوا المنطقة وادرة الأردن بعيون مصوري عجلون استهدفنا جزء كبير من الينابيع الموجودة بالمياه عجلون وتقريبا احنا على شكل نألف كتاب عن الينابيع الموجودة بكل محافظة عجلون بشكل عام ومنطقة الصوفة بشكل خاص ينابيع المياه هي نقطة جذب سياحي كبير بالمحافظة واحنا نشوف دائما بشهر واحد واثنين وثلاثة برتاد مناطق الينابيع والشلالات أعداد كبيرة من الزوار والسياح وخاصة منطقة وادي الصاغنة وادي الزراعة ووادي راجب والشلالات راجب وإن شاء الله المبادرة يعني بطور إنها تعمل مبادرات وزيارات لكافة يا نبيع المياه وخاصة بالقرى خيط اللبن حلاوة شلال الرشراش ومنطقة الصفة براجب عرجان كل المناطق الي فيها عين جنة كل المناطق الي فيها يا نبيع مياه نحن يعني مع أخواننا مديرية سياعة عجلون أوجدنا مسار الصفة السياحي منطقة جميلة جدا والآن أنا يعني بنصحهم يزوروا المنطقة بشهر واحد بشهر اثنين لأنه منطقة فعلا بتكون مليئة بالينابيع وشلالات المياه وبالربيع وبكل يعني ما يسر النظر فأهلا وسهلا بالجميع بالمحافظتنا بجميلة الجميلات عجلون اشتركوا في القناة